يا صباح الخيرات وأهلا بك معنا السباح الخير عليك يا كريم السباح الخير عليك يا نهوني أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني والله إحنا سعداء وعندنا ملفات كتيرة جدا نبدأ بي نبدأ بالأهلي والوداد ولا نبدأ بي عمتا المنظومة ككل اللي إحنا عندنا طبعا كلام فيها أنا عارفة ولا نبدأ بي المشهد اللي إحنا كنا وأنا حب أن أنا أبدأ بالمشهد إحنا كنا أنا وكريم نتكلم عنه النهاردة في فكرة العنصرية اللي إحنا شفناها من الجماهير ضد ريال مدريد والتضامن اللي كان موجود وفكرة ان دي لسه يعني مشاهد اعتقد ان هي لا طريق بـ 20-23 ابدا لكن استهى موجودة تكلم في دول اوروبية متقدمة بتشوف ده ازاي من خلال متابعتك على مدار السنوات اللي فاتت والحقيقة دي مش اول واقع عنصرية بهذا الشكل الفج الحقيقة ده الوصف بالنسبة لي الوصف ده فج الحقيقة اللي حصل مع فينيسيس جونيور الحقيقة ده عنصرية فجة ختحدين في مباراة فالنسيا الحكم المفروض حتى بيان جان اينفنتينو بالامس يعني بيان جان اينفنتينو رئيس تحدي الدولي كرات القدم قلل المفروض فيه ثلاث خطوات وضعها على الفيفا يعني رقم ثلاثة منها واهمها لو استمرت الاوضاع على هذا الشكل يتم ايقاف المباراة بشكل كامل وده لم يحدث حتى كارل انشوط يمدار بليل مدريد تحدث عن هذا الامر بشكل واضح الامور تتطور بشكل كبير جدا في قصة فينيسي الجينيور واصلا للحكومة البرازيلية صباح اليوم رئيس اصدر غير اند رئيس طبعا لولا دي سيلفا الحكومة البرازيلية كمان بتهدد كمان في عندهم حاجة يعني في القانون بتمنحهم يعني ميزة انه ممكن يتعاملوا مع اي خرق او معاملة غير جيدة لمواطن برازيلي خارج حدود الدولة البرازيلية فهم هددوا واستدعوا وتم استدعاء بالامس السفير الاسباني في البرازيل فالموضوع اخذ ابعاد كبيرة جدا لان الحقيقة التعامل الحقيقة بتاع رابطة الدور الاسباني وخفيرتي بصريس رابطة الليجة التعامل كانت غير جايدة على الاطلاق اه سلبي جدا بالضبط الاراضي كانت تعامل سلبي بشكل كبير جدا ان هو بيتكلم ان احنا ان هو دعينا فينيسي الجينيور تسع مرات ان يتم الحضور ونتناقش معه في قدرة العنصر ولم يحضر طبعا دي كلها مبارات حقيقة وهي لكن حقيقة الدور الاسباني عنده مشكلة لاستقال واقع نتذكر واقعة ساموال اتو ساموال اتو في احدى المبارات مع برشلون رفضوا ان يكمل المباراة بسبب واقعة عنصرية دانيا الفز النجم البرازيلي الشهير بصرف النظر عن طبعا الظروف اللي هو بيواجه حالين والسجن اللي بيعاني منه لكن هو عانى ايضا واقعة عنصرية وتعامل معها حتى بشكل ساخل وقالقوا عليموز ليه فيه تصاعد ملحوظ في وطيرة العنصرية حتى بره مجال الرياضة بره الملاعب والاستداد حتى في الشوارع وبدول متقدمة زي امريكا ودول اوروبية كتير يعني كل اللي كنت تتكلم معنا هوانت في اول الحلقة وجدت سيرت ان اليوتيوب بقى مليان فيديوهات متصورة في وسائل المواصلات في الشارع في المدارس في كل اشكال العنصرية ضد كل اشكال المختلفين سواء كجندر كخلفية كدرجة يعني صمار ايا حتى الجاليات المقيمة في دول برغم ان الدول دي فيها قوانين راضعة وبنشوف في نهايات الفيديوهات دي كتير من الاحوال بتلاقي شرطة جاية وتقبض على الشخص العنصري لكن ده مقللش الوتيرة بالعكس هو الحكومة الاسبانية على سبيل المثال طبعا وقعت فينيسيوس حركت المهرة كده صباح اليوم ايضا تم القلق قبضع اربع اشخاص وضعوا لافتات في احد الشوارع في العاصمة مدريد في لافتات تهديد بالقتل فينيسيوس جونيور الامور وصلت القضية وصل الامور بشكل كبير جدا يعني ريال مدريد بالامس اصدرت بيانين وفلورنتينيو بيريس رئيس سنين الماديك تمع مع فينيسيوس جونيور بشكل شخصي وريال مدريد نشر البيان لان ريال مدريد تعرض لانتقادات لان البيان بتاعه تأخر لم يصدر بعد الواقع مباشرة انصدر تاني يوم يعني الواقع حصلت يوم الاحد بالليل صدر البيان تاني يوم اليوم الاثنين الصبح وبتاعه كان في انتقادات الريان وبتاعي ريال مدريد قررت حرك بهذا الشكل اصدر بالامس اتنين بيانات انا متوقع الامور يعني في اسبانيا اعتقد انه في واقعة فينيسيوس جونيور هتخلي ان الحكومة الاسبانية شوفنا وزراف الحكومة الاسبانية منهم وزارة الرياضة بيتكلموا هيتم هناك اجراءات رعا لمواجهة هذا الامر لان ممكن ريال مدريد ببساطة يخسر واحد والدور الاسباني يخسر واحد حاليا من اهم العابة في العام فينيسيوس جونيور ان فيه كلام شبكة اي اس بي ان اتكلمت ان ممكن فينيسيوس جونيور يفكر في الرحيل ان استمرت الامور بهذا الشكل في الدور الاسباني والعنصرية ضده بهذا الشكل محدش يدري يغلطه بالتأكيد محدش يدري يغلطه وده بتحذير اعتقد وده اعتقد ان لمد من هذه الاجراءات لان هذه الاجراءات بالفعل ما حصل في مباراة فالنسيا دي مش اول مرة مع فالنسيوس جونيور هذا موصل لكن اللي حصل تحديدنا يا كريم في مباراة فالنسيا امر الحقيقة فق كل الحدود والحكم الحقيقة كانت عامل وسائق بشكل كبير جدا مع الوضع